موسيقى موسيقى أهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي أنا مسنانسي زكي وهكون معكم على مدار كل الدروس اللي هنتكلم فيها عن الرؤية الفنية للعالم ومن خلال الدروس دي هنعرف إزاي نتعرف ونحافظ على العالم وإزاي نقوم بدا وهنقوم في المحور ده بالتركيز على التعرف على العالم من حولنا من منظور التصميم في كل ناحية من نواحي حياتنا كل اللي يحتاجه منكم في كل مرة هنبدأ فيها دروسنا مع بعض إنكم تكونوا محضرين ورقة وقلم وكتاب المدرسة وأهم حاجة تكونوا مركزين كويس في أهداف درسنا كل مرة لأننا هنشوف إيه هي الأهداف في أول كل درس ونرجع نبص عليها ونشوف هل إحنا حققناها مع بعض ولا لسه وكل فقرة في دروسنا هنتبادل فيها أفكارنا سوا ونشارك أفكارنا مع بعض بصوت عالي وكل واحد مننا يقول هو عارف إيه وعاوز يعرف إيه وتعلم فعلا إيه في كل مرة نشوف فيها بعض وعاوزاكم يا حبابي تكونوا مركزين كويس قوي ولو في حاجة ما حدش فهمها وأنا بشرح يسجلها في كشكوله الخاص بيه علشان بعد كده يسأل صحابه أو الميس في الفصل عليها أما بقى عن شخصياتنا المصرية الحلوة اللي إحنا بنقتدي بيهم في حياتنا فمعانا فيديوهات هنتفرج عليهم مع بعض علشان نعرف عمله إيه وإيه الصعوبات اللي وجيتهم وتحدوها إزاي وهندور على معلومات عنهم أكتر مع بعض علشان نعرفهم كويس قوي وآخر حاجة هي إن كل درسة عندنا لعنصر تعلم رقمي على موقع بنك المعرفة المصر وده بيكون عبارة عن فيديو حلوة قوي هوريكم إزاي تستخدموه من أي جهاز عادي وهنتكلم النهاردة عن مبادئ التصميم الجيد الموجود في صفحة 74 من كتاب المدرسة طيب ليه الدرس ده؟ الدرس ده علشان نعرف نتكلم أكتر عن حياتكم كطلاب وعندكم أسئلة كتير خارج الفصل علشان كده عاوزين نساعدكم إزاي نبحث عن الإجابات كمان نتأكد إن المصدر بتاعنا موصوق منه وفي الدرس ده يا حلوين هنتعلم عن التصميم وخاصة تصميم المباني والمنتجات وطبعا زي ما متعودين إن كل درس ليه أهداف وتعالوا نشوف أهداف درسنا النهاردة بتقول إيه؟ أول هدف عندي بيقول أشرح أهمية التصميم وتاني هدف أناقش أمثلة عن التصميم التي أعتبرها ناجح وتالت هدف استخدم مبادئ التصميم لابتكار حافظة أقلام وبعد ما عرفنا أهداف درسنا تعالوا نشوف الصور بتوريكم تصميمات مختلفة شفتوا يا حبيبي إن الصور دي ورتنا جمال تصميمات مكتبة الأسكندرية اللي بتجذب ملايين السياح وده شيء جميل جدا بيورينا عظمة بلدنا الحبيبة فياريت تعملوا زيارة لمكتبة الأسكندرية وتستمتعوا بجمال التصميمات دي على الطبيعة أنا متأكدة إنها هتعجبكم وهدفسته جدا ودلوقتي تعالوا نشوف فقرة لنتفاعل معنا تعالوا نحاول نجاوب على السؤال التالي فكر بمبنى جذاب أعجبك تصميمه مال لازي يجعلك تشعر به في رأيك لماذا يشارك هكذا وبعد ما قرينا السؤال فقرتنا هسيب كل واحد يجاوب على السؤال ده ويكتب إجاباته في كشكوله وكما يمكن تقولنا اسم المبنى اللي جذابكم تصميمه وكمان شفتوه في إيه وفين المكان ومتى آخر مرة شفتوه وفي أي غرض بيستخدم والناس بيستفيدوا منه إيه وبيعملوا فيه إيه ودلوقتي هنشوف مع بعض فقرة لنتعلم تعالوا نركز على الصورة الموجودة في صفحة 74 اللي بتورينا إبداعات وتصميمات مبنى مكتبة الأسكندرية وهنملأ الخريطة الزهنية اللي على الشاشة قدامنا وقبل قراءة النص الموجود في صفحة 74 و75 هنعمل الات هنرسم الخريطة الزهنية الموجودة على الشاشة على الورقة يلا بينا محتاجة نعمل مع بعض مربع كبير وهنكتب فيه أساسيات التصميم الجاية ومحتاجة منها أربع عناصر مختلفة ومحتاجة منكم أثناء القراءة أنكم تمنوا الخريطة الزهنية بكل المعلومات عن أساسيات التصميم الجاية الموجودة في صفحة 74 و75 وبعد القراءة هنراجع مع بعض إجاباتكم اللي هتظهر على الشاشة قدامكم وموجودة داخل مخطط الخريطة الزهنية ترجمة نانسي قنقر تمام كل إجاباتكم صحيحة تعالوا راجعوا إجاباتكم معي كده ونشوف مع بعض أول عنصر عندي الشكل والتصميم يبقى أول حاجة عندي الشكل والتصميم لازم أفكر في الشكل وتصميم المنتج اللي أنا عاوزاه وعلشان كده بلاقي إن كل المصممين ياخد وقتهم الكافي لعمل تصميم قوي وجميل لأي منتج تاني تاني حاجة عندي الاستخدام وهنكتب هنا استخدام يا ترى المنتج ده هيستخدم في إيه؟ وإيه هي طريقة استخدامه؟ ولازم يكون التصميم جيد جداً لاستخدامه بكل سهولة ويسر أما تالت عنصر عندي السوق لازم نشوف السوق المستهدف للتصميم يعني مين الناس اللي هتحب تشتري المنتج ده؟ وإزاي هيشتروا؟ ورابع عنصر عندي الاستدامة مش ضروري يكون التصميم معقد لأنه هيكون صعب على الناس استخدامه وعدم معرفة استخدامه كويس وعلشان كده لازم يوفر التصميم الحل المناسب للعمل المطور كمان لازم نفكر بنفس الطريقة اللي بيفكر بها الناس اللي هتستخدمه علشان تقدر تحط التصميم المناسب كمان من الضروري اختيار تصميم المنتجات قبل عرضها في الأسواق وده عن طريق مجموعة من الناس بتجرب المنتج ده وبتعرف وبتعرف المجموعة دي باسم مجموعة التركيز علشان لو عندهم مشكلة في استخدامه فلازم المصممين يعملوا أكتر على تحسين التصميم المنتج ده كمان من الضروري الأخذ في الاعتبار مبدأ الاستدامة يعني إمكانية إعادة استخدامه أو إعادة تدويره بعد استهلاكه لأنه محدش بيحب يكون فيه أي تأثير سلبي على كوكب الأرض ودلواتي هطلب منكم أثناء القراءة أنكم تحطوا خط تحت أي فكرة أو أي كلمة أو تفصيلة عجبتكم أو شدت من انتباهكم أو أي حاجة مش فهمينها ممكن ترجعوا لمدرس المدى وتسألوا فيها ودلواتي هنروح مع بعض للفقرة لنستكشف وتعالوا مع بعض هنا نشوف فقرة اللي نستكشف انظر إلى مجموعة التصميم التي يعرضها عليك معلمة ناقش ضمن مجموعتك أي من التصميم أكثر فاعلية ثم قم بترتبها بذئة من الأسهل في الاستخدام إلى الأصعب في الاستخدام ما المشكلات التي يمكن أن تجدها في هذه التصميم؟ وهل يمكنك أن تفكر بطرق لتحسين هذه التصميم؟ ودلواتي هنخش مع بعض على فقرة لنراجع وهنلاقي عندي ثلاث أسئلة هنشوفها مع بعض ومحتاجة تجاوبوها في ثلاث دقائق وأول سؤال بيقول لماذا يعتبر التصميم مهما؟ وتاني سؤال ما الذي قد يحدث إذا تم تصميم المنتج بشكل سيء؟ وتالت سؤال ما بعض الأمور التي يجب أن يأخذها المصمم في الاعتبار عند التخطيط للتصميم؟ هديكم ثلاث دقائق تفكروا فيها ونرجع نسمعكم مع بعض ترجمة نانسي قنقر وتعالوا بينا نشوف التطبيق على درسنا دلوقتي وهنقوم النهاردة بتصميم حافظة أقلام جديدة لها المقلمة وبتكار علامة تجارية جديدة لمجموعة حافظات أقلام محتاجة يا ممكو أنكم تكونوا مجموعة وتشاركوا زملائكم في الفصل وعلشان تفكروا بطريقة سليمة في التصميم أي منتج لازم ناخد في الاعتبار مجموعة عناصر وهنتكلم عنها دلوقتي وأول العناصر الموجودة عندي الشكل والألوان والحجم والجمال وبعد كده نحلل التصميم بشكل ما بحيث ان احنا نقدر نميزها ولا يمكن نسيانه أبدا وهل يمكن تحسينه؟ علينا الآن ابتكار علامة تجارية خاصة بالمنتج مع شرحها ودلوقتي هنجاوب على الأسئلة اللي موجودة عندي في صفحة 76 و77 اللي تساعدنا في تصميم حافظة الأقلام ويلا مجينا نشوف سوا هنعمل ايه؟ في التصميم ده هنتعلم ازاي نصمم مقلمة أو حافظة أقلام عشان نحافظ فيها على أدواتنا المدرسية وهنبتكر كمان علامة تجارية للمجموعة دي وهنشارك كلنا في الفصل علشان نعملها تعالوا بينا قبل ما نتبادل التصميم المبتعنا هنفكر في شوية حاجات مهمة وهي مذكورة عندي الأشكال والألوان لكن قبل ما هنتكلم فيها هنبص على الصورة بتاعتنا اللي موجودة عندي هنلاقي ان فيها شوية أدوات احنا بنستخدمها بس عايزين نحافظ عليها هنحافظ عليها فين؟ طبعا في المقلمة اللي احنا هنصممها وعلشان قادر أعمل المقلمة دي بطريقة كويسة هتطر أجاوب مع بعض على الأسئلة اللي عندي وهنلاقي ان أول سؤال بيقول ما الهدف من تصميم حافظة الأقلام هذه؟ تفتكوا احنا بنعمل ده ليه؟ طبعا عشان نشيل فيها أدواتنا كلها ونحافظ عليها كمان يكون شكلها حلو وممكن أستخدمه في حفظ أي حاجة تاني والسؤال التاني بيقول لماذا أنت بحاجة إليها؟ علشان طبعا أشيل فيها حاجاتي بتاعتي والسؤال التالت من سيستخدمها؟ طبعا أنا وممكن أقدمها هدية أو أخلي حد من أخواتي أو أصحابي ياخدها لو احتاجها ويرجعها لي تاني والسؤال الرابع كيف سيتم استخدامها؟ ممكن تخلي ليها كذا شكل يقيم تكون بسستة وافتحها وأحط فيها حاجاتي اللي أنا عايزها أو مقفولة بكابسونة عشان أقدر أعفلها خامس سؤال عندي بيقول كيف يمكن تحقيق الاستدامة في صناعتها؟ أحاوي على قد ما أقدر أصنعها من مواد صديقة للبيئة أو ممكن أستخدمها مرة تانية وأعيد تدورها زي الأماش والسؤال السادس كيف صممت علامتها التجارية؟ اشتغلت على اسمها العربي حافظة أقلام يعني حاجة من الحفظ ولعبت على أهمية أنها مهمة في حفظ الحاجات اللي تخصني كمان لما أخلص المدرسة ممكن أستغل لها في حفظ حاجات تانية كمان أن شكلها حلو وجذاب مواكب للموضة وحجمها كويس لا كبير ولا صغير فمش هتعفش لها والمواد اللي استخدمتها في صناعتها بيكون من مواد صديقة للبيئة وتعالوا نشوف الصفحة التانية وهلاي عندي السؤال السابع ما شعار العلامة التجارية لحافظة أقلامك؟ وضحه مستخدمة الكتابة أو الرسم طب أنا بعد ما عملت إشكل المقلمة بتاعتي مش محتاجة أن أعمل لها علامة تجارية؟ محتاجة منك أنك تصمم العلامة التجارية دي بالطريقة العناصر اللي إحنا قلناها إحيال حجمه واللون ورموسه ويكون شكلها جذاب وضطحها مستخدمة الكتابة أو الرسم يا إما حرسمها هنا في المربع ده يا إما حكتب العلامة بتاعتي والآن ما المندة التي استخدمتها في صناعة حافظة أقلامك؟ يا طرق المقلمة اللي إنت عملتها دي عملتها من أنه وماشي يا طرق القطن والصوف اللي إحنا تكلمنا فيهم قبل كده ولا هنستخدم حاجة جديدة خامة جديدة وده محتاج أنك تقولي هنا أنواع الخامات بتاعتك والتصميم تقدر تصممها لي قبل ما تنفذها تقدر ترسمها لي تقدر ترسم الرسمة بتاعتها هنا علشان أقدر أعرفها وكمان تصمم لي العلامة التجارية بتاعتها وتعالوا بينا نخش على فقرة لأنه راجع تعالوا في دقتين نجاوب على الأسئلة دي هنا وكل واحد لوحده بعد ما نجاوب على الأسئلة تعالوا ناخذ الإجابات معنا للبيت ونشارك فرض من أفراد الأسرة الإجابات دي ما مدى نجاح تصميم حافظة أقلامك؟ هل كانت النتيجة كما خططت لها؟ ما الذي نجح بشكل جيد في تصميمك؟ وما الذي قد تغيره؟ والسؤال الثاني ما التحديات التي واجهتها في جعل تصميمك مستداماً من ناحية البيئية؟ طب ليه بنعمل كده؟ علشان تتأكد من إجاباتك بنفسك وتشوف أنت بتعمل كده فعلاً ولا لأ؟ وهستناكم المرة الجاية تقولولي إيه اللي حصل معاكم؟ دلوقتي ممكن نسأل نفسنا الأسئلة اللي في صفحة 74 تحت كلمة الأهداف وتعملوا علامة صح جنب الكلمة اللي بتوصف مفهومك للجملة وهديكم دي أو نص ونرجع للأهداف المسكورة في بداية الموضوع الرابع ونعلم علامة صح في المربع المناسب وبعدها أسمعكم اشتركوا في القناة يلا بينا الوقت خلص لو حد مننا عمل علامة صحة في المربع الثالث لازم يراجع نص من تاني أو يتكلم مع زملائه في المدرسة المتمكنين من فهمه ويا رب تكونوا استفدتوا من درسنا النهاردة ونتقابل في درس جديد المرة الجاية وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله وأشتركوا في القناة اشتركوا في القناة